جي اف اكس اكاديمي زي ما احنا مركزين في موضوع البروباتيز او البروباتيز الجزء اللي علمي. عندنا البروبات دي خلاص اه عرفنا ان ده اه وظيفته ايه بيديني اه سرعة بتاعي بالنسبة لفرامات وعندي وعندي اللون وعندي كلام ده كله اللون ممكن او او راحنا هنا على طول عن طريق الكود او عن طريق ده ملاحز كده الكود بيضغير او لو ملاش لاقي حاجة عايزها اه معينة بلاقيها بشكل ده مش لاقيها هنا اه بتبتدي اندور عليها وبتوصلها بالضبط وكلام ده كله وكمان بعمل لها ادد في الحتة دي بس انك ترجع لها على طول طيب اه لاحز معي لما اجي اضغط على الاسهم ايه اللي بيحصل هنا في الجزء ده لما اجي اضغط مثلا على المربع بلاقي يجي حاجة زي كده ابضيت على طول بما يناسب الاداة اللي انا اه بختار اهو بالشكل ده نفس الطريقة بالضبط مع التول بار الجزء بتاع الادوات الرسم اه ما باجي بضغط على المستطيل بوس تحت بيظهر لي حاجات في المستطيل نفسه حاجة في البنسل سوف هنا دي ظهرت حاجة في البروش الفورشة اهي الحاجات دي كلها ببقى واخد بالي منها ايه التاني الحاجات تاني اللي انا بعايز اقول حاجتك عليها تاني البنل البنلز ببضغط على كل واحدة من دول بيظهر لي حاجة زي زي مربع حواري او آآ بيتفتح بالشكل ده يعني وكل واحد في حاجة مختلفة يعني عندي الكالرز بيفتح لك حاجتين الكالرز والسواشز عندك آآآ تحت شوف هنا بص يعني هي الكالر والاتنين دول مع بعض هما دول لاحظ كده آآ هنا التالية دول مع بعض عندك الالين المحاذاة والانفو دي بيديك السهم بتاعك احداثياته وبتاعتك والابجيكتات بتاعتك احداثياته كام من الستيج وعندك هنا الترانسفورم اللي هي الروتيشن اللي هو تيجي تقلب او تيجي تتعدل على شاب او الكلام ده كله هناخده عندك الكود سينابت ودهي الحاجة الجديدة بيشن سكريبت او الفلاش سي اس فايف ه Peng أشرحه بالتفصيل ان شاء الله لانه جميل ودهني خصائص ووفره على وقت كثير عندك ال الهاتف الهاتف عندك الهاتف الموشن اه اه بريسيت طيب اه كلام ده كله ممكن اتحكم فيه كمان عن طريق اللي انا ممكن اشيل واحدة منهم او اشيله على بعضه بص بشيله على بعضه كده اهو برجعه تاني برجعه على اليمين هنا اهو او في النص بين الاتنين او فوق او تحت او بينهم او اللي انا عايزه بقى اختر بينهم اهو غيرت مكانه خالص بمسكه من هنا برضو شايف اهو من حتة دي بمسكها كده وراح مطلعها فوق مكانها فيش مشاكل امسك واحدة فيهم مفيش مشاكل امسك الكلر بس اهو خدت الكلر بس الوحدة رجعه تاني رجعه تاني يبقى ان عندي مفيش اي مشاكل عندك لو خرفت قوي يعني ومش عارف توصل للدفولت بتاعك وبوزت الدنيا اهو يعني انا هبوز الدنيا خمس اهو يلا انا بقص الدنيا خلاص كده اقول لها ارجع ازا ارجع بدغط تزوار واحدة بعمل كده وعمل بعمل حاجة اسمها هنا ريسيت اسنشلز انت على الاسنشلز اهو بعمل ريسيت بارجع تاني يعني اه اه يا سيدي خرف وما مليكش دعوه ما تخافش اهو ما بديناك كل حاجة هنا ممكن اهو تقدر تتحرك من عن طريقها هنا الانيميتورز بيديك انترفيس معينة بي بيحط لك دي هنا ودي هنا بما يناسب الشغل بتاعك يعني الكلاسيك الديباج الديزاينر الديفوليبر اللي هو المبرمجين الاكشن سكريبت الاسنشلز الحاجة كنت عليها في السمول سكرين لو انت عندك سكرين زغيرة ابدأ اوسع لك اول ويرك سبيس عشان تقدر اشتغل كويس هنا احنا كنا على الاسنشلز اه شكرا السلام عليكم